من أزمة إلى أخرى يمضي لبنان مدفوعا بهيمنة ميليشيا حزب الله الموالية لإيران على المشهد سياسيا واقتصادية وأمنية وزارة الخارجية الأمريكية قالت على لسان متحدثة باسمها إن أنشطة حزب الله تفاقم معاناة الشعب اللبناني وهو ليس مدافعا عن لبنان كما يزعم وإنما هو منظمة إرهابية تستخدم لتنفيذ المخططات الإيرانية في لبنان والمنطقة الأمر الذي يهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته التصريحات الأمريكية تأتي بينما تتفاقم الأزمة بين لبنان وكل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية والحرب في اليمن وهي الأزمة التي عبر عنها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود بالقول إن المشكلة في لبنان تكمن في هيمنة حزب الله على النظام السياسي وليس في تصريحات شخصية بعينها وأمام هذا التوصيف السعودي لتبديعة الأزمة مع بيروت أقر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بأن المشكلة إقليمية وتفوق قدرة مجلس الوزراء اللبناني معترفا بأن حكومته لا قدرة لها على تحجيم دور حزب الله في البلاد وبينما تعلن ميليشيا حزب الله دعمها موقف الوزير قرداحي أصدر عدد من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة بيانا طالبوا فيه قرداحي بالاستقالة نزعا لفتيل الأزمة مؤكدين أن أزمة لبنان تتمثل في انضمام عدد من الكتل السياسية إلى المحور الإيراني واهتمام هذه الكتل بتحقيق مصالحها الحزبية ومصالح رعيها الإيراني على حساب مصالح الشعب اللبناني وبحسب المراقبين فإن تداعيات الأزمة مع السعودية وحلفائها الخليجيين ستنعكس اقتصاديا وليس سياسيا فقط في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود طويلة الأمر الذي يدفع بالبلاد نحو نفق مظلم لا يعرف آخره